مثلما كان وجوده قاسماً مشتركاً في أكثر المعارك وحشيةً إبان الحرب ضد تنظيم الدولة يبدو الجنرال الإيراني قاسم سليماني كمن يعد لمعركة جديدة تستكمل أدوات النفوذ الإيراني في العراق سليماني يبذل جهوداً كبيرة من أجل إنجاز تحالفات انتخابية تضمن خروج الانتخابات العامة في العراق وفق ما يرضاه حكام طهران في هذا السياق أعلن في بغداد عن تحالف بين رئيس الوزراء حيدر العبادي وميليشيات الحجد في تطور يتناقض مع رفض العبادي السابق لمشاركة الحجد في الانتخابات غير أن العبادي بدى وكأنه يستنجد بميليشيات الحجد في مواجهة الانقسام الذي يعانيه حزب الدعوة والذي دفع قيادة الحزب إلى منح أعضائه الحق في الترشح كمستقلين أو الدخول ضمن أي قوائم انتخابية موقف أسفر عن وجود قائمتين انتخابيتين يتزعم إحداهما العبادي تحت اسم قائمة النصر والإصلاح وتضم ائتلاف الفتح الذي ترأسه هادي العامري زعيم ميليشيا بدر وكتلة الفضيلة وتيار الإصلاح برئاسة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري في حين يقود نور المالك قائمة ائتلاف دولة القانون وبحسب تصريحات لنهل الهبابي النائبة عن حزب الدعوة فإن الحزب قد لا يتمكن من توحيد قائمتيه الانتخابيتين بعد إجراء الانتخابات النيابية وإعلان نتائجها فالقائمة التي ستحقق الأغلبية ستشرع في تشكيل الحكومة دون القائمة الأخرى الأمر الذي يرجح معه نشوب أزمة جديدة في الحزب قد تفضي في نظر مراقبين إلى انشقاق القائمة الخاسرة عن الحزب اللافت أن طهران ركزت عبر جنرالها قاسم سليماني على أهمية أن يكون لميليشيات الحجد دورا واضحا في العملية الانتخابية ما يعني سيطرة إيرانية على مجمل الأوضاع السياسية والعسكرية في العراق فهل تأتي نتائج الانتخابات بجديد؟